الناس المهتمة بسبقات الرالي متعودة أنها تشوف السبقات دي على الربلة وفي الجبال كمال لكن في مصر الأول مرة تم تنظيم هذه السبقات على الجليد باستخدام سيرات الدفع الربعي وسط موجة الحر الشديد التي تشهدها عدد كبير من الدول في المنطقة استضاف منتجع تزلج داخلي في مصر سباقاً لسيارات الدفع الربعي وقال المنظمون أن هذه المنافسة يتم تنظيمها للمرة الأولى ليس فقط للجمهور في الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن أيضاً للمتسابقين أنفسهم الذين اعتادوا على خوض السباق في أجواء رملية أو صحراوية ضيوف اللي موجودين يمكن هيشوفوا حدث يحصل لأول مرة في داريخ الشرق الأوسط وإفريقيا أن احنا نشوف عربيات رالي 4x4 في أجواء تلجية بتبساء على الجليل أنا لم أتسبتش على تلجة قبل كده بس من اللي احنا شفناه وشفنا التستر العربية اللي دخلت بتاعت الأرجانيزر أن اللي فيه زحلاء فهي عمليها هيبقى فيها حتة الكنترول مفروض تبقى أكتر من البايلوت أن هو يبقى واخد باله كويس قوي أن الكنترول على العربية مش حكاية أن هو يجري ويعمل كده ضغط العجل مع الوقت الأطول في درجات الحرارة الأقل فهيبتدي ينزل تدريجيا ده معمول حسابه والعفشة بقى والساسبنشن أكيد مختلف تماما صوبت أو هارد على حسب اللي احنا محتاجينه جوه الابستكال على السنو أعتقد أنه عشاق الراليات في كل حتة مش في مصر بس يكونوا دايما حارسين على تجربة كل ما هو جديد وأعتقد أنه دي أول مرة زي ما سمعنا من خلال التقرير يكون عندنا رالي للسيارات على الجليد طبعا إحنا متعودين دايما يكون في الرملة أو في الجبال والصحاري والحاجات دي كلها لكن على الجليد دي تجربة مختلفة أعتقد أنها كمان يا دينا يعني بتختبر سائق هذه السيارات بتبرز بقى مهاراتهم يعني أنت جربت أصلا قبل كده الرالي اللي على الجبال والريمال لأ أنا آخر البيتش باجب في رحلات السفاري بتاعة تشارف الشيخ والحاجات دي جربتها رهيبة يعني بص كمية الأدريني اللي بتطلع وانت طبعا طلع جبل أو حاجة بالسيارات الربيع دي قوية جدا جدا فما بالك بقى بالجليد يعني أكيد أن هي طبعا ممتعة جدا ومميزة كمان وأنها تكون لأول مرة في مصر وفي شرق الأوسط طبعا دي حاجة مهمة جدا ده بكل تأكيد وده نوع من أنواع الترويج للسياحة لأن هذا النوع زي ما احنا عارفين لي جمهوره وعشاقه دايما سواء من الوطن العربي أو حتى من الدول الأجنبية بيكونوا حرصين على أن هم طبعا ده المهتمين بهذا النوع طبعا من الرئيليات والسباقات السيارات لا لا أنا بولي بيتش باجي بس في السفاري بس أنا عايزة أعرف إحنا إزاي بنقدر نعمل حاجات زي دي بالشكل ده كمان لأنه طبعا واضحنا التنظيم قوي جدا صحيح ويمكن هم بيقولوا إحنا كمان بنتاخد إجراءات السلامة والوقاية الكبيرة جدا عشان نخلل طبعا ده مهم جدا بالتأكيد طيب